بسم الله الرحمن الرحيم بهذا السؤال عندي هذا الطول اثنين وايضا هون اثنين وهذا كمان اثنين بي دي كاملا طوله خمسة وابي هو الجزر السبعة وثلاثين عم بيطلب مني مساحة المثلث لحظة هون عندي اثنين بثلاثين فاذا الزاوية بالتأكيد هي خمسة واربعين بهذا الشكل هلا هون النشأ عندي دي بي اللحظة اربعة بخمسة اذا هون الطول ثلاثة مسلث شهير هلا انا لو انشأت عمود من ا انشأت عمود بالشكل التالي ومديت الضلع بي جي نحو الخارج بالشكل التالي لحظوا هون هذا الطول لو سميته من بي الى هاي النقطة ام رح اسمي هذا الطول وليكن اكس اذا هون عندي اكس المثلث ا ام جي صار متساوي ساقين خمسة واربعين وهون كمان خمسة واربعين الطول كاملا صار اثنين وثلاثة واربعين يعني هذا الطول هو خمسة زائد اكس فايضا هون عندي ايضا خمسة زائد اكس صار بامكاني اطبق فيسا غرس بهذا المثلث لاحظوا الوتر انا اسف هون شوي داخل وهدول مع بعضهم الوتر صار طوله جزر السبعة وثلاثين هذا الجزر السبعة وثلاثين وعندي خمسة وخمسة زائد اكس فلابد انه الاطوال الحقيقية هي رح يطلع طبعا اذا تحبوا الطبق فيسا غرس او مبين واحد بستة لاحظ مربع ستة وثلاثين ومربع الواحد واحد صار سبعة وثلاثين اعطاني الجزر اذا صارت المساحة فيني اعتمد انه القاعدة هي هذا الضلع يلي طوله كاملا خمسة والارتفاع صار هو ستة يعني المساحة هي قاعدتي خمسة بالارتفاع ستة على اثنين يعني خمسة عشر فالجواب هو بي شكرا